سلام عليك بزكرة أستاذ مناير حمد الله على السلام حمد الله على السلام جامس يا زي جامس والله ليك وحشة يا راجب وانا الحق تو هاشا كان يا أستاذ مناير يعني حضرتك كنت عندي مبارح بالليل في البيت يعني أستاذ عادل أنا بجاني خمستاشر سنة بوزع بضاعة لكل البزارات في مصر ملاجتش لا أجدع ولا أنزه منك تقول للفلوس هتكون عندك السبت تكون عند السبت ها ونعم الرجال ده يا قال واجب يعني حضرتك طبعا زوقك مغطينا طول الوقت يعني هتلاقيك مستغرب إن قلت لك نتقابل في الجهوة الأفرنجي دي آه والله مستغرب وخصوصا إن حضرتك أول مرة تخرج بره مصري يعني دم يا خطف يا خطف كنت إيدك تقيلة أوي خلينا في موضوعني أنا لما كنت عندك مبارح بالليل يعني لمحت الست المبجلة لحماتك لمحتها بس والعاق شازل معاكتين وقعد بإيده عندك بقى فوق انت عارف يا أستاذ عادل إن أنا راجل محترم ومؤمن إن أجرم مسافة بين نقطتين الخط المستقيم وعلى شانك ده أنا طالب الجرب منك فحماتك آه 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 أساسي منيري أنا حضرتك جمالك طول الوقت عماله بتزيد بتزيد مش عاّرف عملك إيه ايه جمايل إيه يا راجل جي ست كمل جمال إيه ورجت إيه وشياكت إيه هو السعيدي أه بس مودرن يعني وما شاء الله بسم الله ما شاء الله عنده فلوس بالكوب الله هو أكبر إيه ده لحيتي تخافي عليه إنكم بتاخدوا رأيي فأنا شايفة إن الراجل السعيدي بيتميز بكونه راجل قابلي بلس إنه هو دائما بياخد باله من الأنسة بتاعته خاصة في فصل الصيف فصل الصيف ده على أساس يعني إن فصل الصيف الأنسة بتبقى رائدة على البيت انتوا ليه بدخلتوا هشاء الزراعة بسم حيوان الست دي يا سلام التارية التارية بس على فكرة بقى مامي مش ممكن توفق على حد غير لما تقوم بدراسة شخصيته دراسة محكمة شارب يو عادي بقولي يا هو قالك يعني هو يا ستي قال يعني إنه هو لمحك وإنت معدية يعني إيه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عادي مامي من الساق شارب يو شارب بقولك خالس أنا أنا ما كنتش عاربة أنك مسيبا كده يا عيدت آ aman طيب هو�� يعني لمحني ازاي؟ لمحك ازاي Basil لمحك ازاي؟ ده أنت شاربتي تلاتة شاي في نص ساعة ورايحة جاية رايحة جاية قدامه يعني وبعدين مش رايضي اتعدي من وراء الطربيز بتعديينون قدام التليفيزيون طبعا من ما امتي من النساء التي تتميز بالخطة الخماسية المحكمة حتى تصل للهدف في أقرب مدى والله يا راني أنت بتقولي كلام أنا مش فاهمه خالص يعني لكن عموماً أقوله إيه بقى أقوله أوكي؟ اخصى عليك يخسار التربيتي فيك إيه يا ماما بس الراجل اللي انت عرضته على حماتك وهي فضلت تتحنجل لحد ما طب فيها طب وفيها إيه بس يا ماما؟ الراجل كبير أصلاً ما نفعش نسناء السناء ده إيه؟ انت قصدك عشانك إيه يا ماما ماما إيه ما إحنا هنعيده تاني يا ماما وفيها إيه يا ماما؟ فيها إيه لما نعيده تاني وثالث مانا لسه حلوة في عز شباب خلاص يا ماما أوعدك المرة الجاية هنزلك الملعب ده بتضحك علي ده ما متحكش عليك بس أنت سخاني أسخني موسيقى موسيقى طب مني يا أستاذ عادل يا أستاذ منير ما تلاقش خالص هو اللي في وضع حضرتك يقلق من أصله يا حنب وفكة يا حنب وفكة بس حضرتك محتاج تليين شوية تليين؟ هو مطورة عربية ولا إيه؟ لا برضو يعني الست لازم يعني تتعرف عليك وتختبر شخصيتك وكده يعني بقول لك إيه يا أستاذ عادل أنا هاجي على الجواز على طول إحنا مش عيال صغلطتين أنا هجيب المأزون معاي نكتب وأصحب هامشي تسحب إيه يا جا موسى ما رازم برد السفر تحس برد السفر تحس إن أنت مدلوق عليها فتقوم مديالك ريء حلو تقوم مدلوق إنت أكتر فتقوم ميلالك شوية تقوم إنت بقى مدلوق أكتر ومخرق الدنيا يا مرة دي وامسح يعني بدل ما أخش عليكم بباكيه ورن أخش عليكم مساعة ها 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 يا رورو هاتلي الخياراتوس أوك يا مامي بقطعو هاتليها يا رورو الخيار يظهر العريس بيحب السلطة ملكه يا حبيبي وقفين كده ومدغزين وملاعين نار ليه؟ من القرف اللي حطه على وشك استبيع لوشها على قل نتحرم منه شوية هتتحرمه منه على طول؟ يا مامي وشها داي الأمر أساساً أنتم مش عالفين لما العريس شافها قال إيه؟ أحس بالسعادة وقال هزي هي المرأة التي سوف تويده لي الشباب الزاكرة من جديد رانيا؟ آآ بالأمارة؟ جوزها اللي هو عابوكي طفش منها؟ بابا كان عيان يا طونت آآ عيان بالنقطة دي مش تجيب نقطة يا ماما دي تجيب تمانين تسعين مليون نقطة آآ موتوا بقسكو على الأقل هو الوحيدة اللي في البيت أجاب بيها هو أنا آآ عشان بيحب الأسرار بيحب تحفة فنية تحفة رائعة الجمال تحفة سوف يعلقها على الحيطة أو يدلدلها من السقف أو يربطها في رجلي الترابيزة دي دون كلام المنايل اللي بتقوليه دا يا حبيبتي لا لا كفاية إنه الراجل غني وهيعيشني أنا وبنتي ويستتنا لغاية ما يكتشف طبعك المنايل وبعدين يدفش شوف الغيز والحقد يا ربي مش ما أقول على الأقل هكنت لها تبشقة وفلوس المعاش بتأتي هكون مدكينها في البنك برضو هيعيش مالكة مالكة الشحتين هو أنت فاكرة نفسك إنك هتقبضي المعاش بعد ما تتجوزي ليه يا ماما ليه ليه بتنبهيها سيبيها تلبس فلحات ويتقطع المعاش إيه ما فيش معاش هتقضي عن المعاش لو أنا تتجوزي لا لا اسمعوا بقولكوا إيه دي الفلوس تاعت المعاش دي أنا هحطها في البنك وهدكينها عشان يعيش بقى برحة لكن تلع هو وحش تلع حلو برضو هو عيش مالكة هو عيش بالفلوس اللي أنا دكينها من المعاش لا يا أمي لا صعب صعب أي راجل في الدنيا مهما إن كان قدراته يشوفك ويقدر يستغنى عنك فأنت سيدتي المرأة المكتملة تملت إيه وليدت إيه I can't I can't over my dead body إن أنا أعيش من غير المعاش جميل مقدرش مقدرش أنا موت المعاش ده مهم جدا في حياتي بقولك إيه قوم أعمل لنا كوبايتين شاي نعدل دماغنا لا يا ماما أعمل كوبايتين شربات عشان جنازة أعزي جوازة مجيدة وأطع المعاش بص يا ماما أنا عندي حل أثبت كفاءة مع كل صحباتي إيه هو أقوليه بسرعة اتجاوزي يا هارفي يون هاربيا انت كمين دي كنت انت بث بقى والنبي عراني هاي أكملي بس بشار هتخلي معاكي الورقة والنسخة الأصلية ولو تنطت قدامك إياكي تدهاله ما تعمليش زي البنات العبط طب إفريدي كوبايتين معاش عارفين وحيعراكم منين بس دول هم ورقتين خفاف خفاف واحدة معاكي وواحدة معاكي ولا مأزون ولا أي حاجة ولا كلام منده والمعاش هيفضل شغال زي ما هو يا بنتي لقي يا نجلة دي أفكار بقى كده كده لا 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 العيلة دي كتنينة دي بنت رسمي مانا هو التوعيعة في موضوع الجواز العرفي ده بس بقولنا بي خليك انت كده في الهبر اللي بتي في ده ياريت تطلعي كده نص أختك بطالي قطل يا حماد الراجل قاعد مستني برا طب اه طب استنى شوية بس لما ثبت نفسي معد دي ثبت نفسك إيه بس يا حماد ده انت زي الأمر من غير أي حاجة برسيعة بقول لحبيبي يلا خلاصي إخلاصي أهلا وسهلا أهلا وسهلا منور والله يا أستاذ منير يا سلام إيه النور ده أنا مش عارف المجابلة دي لازمتها إيه ما كنت جبت المقزون وخلصني ولا مفيش قبول لا إزاي بقى مفيش قبول إن شاء الله القبول موجودة بس طلبة أنها هتشوفك وتتعرف بيك مفيش حاجة يعني مساء الخير يا نساء النور يا عرض حفظي ما عليكي طيق أستأذن أنا بقى يعني مش معقولة هقولك أروح أعمل شاي والحركات دي انتوا كبار يعني أستأذن أنا قبل ما المرور يقفل يعني سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا الجعمة أتفضلي أتفضلي أتفضل يا حضرتك أخبائك 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 أهلا أخبائك وحضرتك بقى قعد هنا ولا شوية في مصر شوية في البلد 1 أكين أخبائك أخبائك أنت هتفجأ هنا على طول يعني اه انت ما عندكش شقة ايه هاي ما عنديش شقة انا عندي فلي فلا يا سلام برافو برافو عليك ودي بقى اللي حنستجرب فيها على طول بعد الجواز ولا انت ايه رأيك رأي رأيك يعني نجيب المأزون اه شوف بقى انا اصلنا عندي شوية تحفز على المأزون دا مش فاهم اه يعني تقصدي مش لادد عليك مأزون المنطقة عايزة مأزون تانية لا 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 انت مش فاهم انا اصلا حكاية المأزون دي انا مبرتح لهاش طب هنتجوز في انا في الصبر ماركت انت من خبيب دا يا قد شعلك وعلى قطعينك انت دم انا احب الراجل لدمه خفيف قوي دم خفيف ايه هو تجيل ايه يا هانم انا دم نشف انا بدأ تجلق وفين الاستواذ عادل ايه حكاية هانم بس يعني انا بحب الجواز العصري يعني الناس برا بيتجوزوا كده عشان فيه ثقة ما بينهم فاهم يعني اكي انا مش فاهم انت بتقولي ايه يا هانم حاجة ايه وصيجة ايه انا بقى وثقة فيك لان انت شكلك ابن حلال خالص يعني اسحبك من يدك ونروح لا انت مش فاهم انا قصدي يعني انت مسمعتش انا حاجة اسمها جواز عرفي ايه بقى انا للمعلم المنير بعد العمر ده كله اتجوز عرفيك عوث بالله وبعدين واحدة في سنك انتك ده تعملك ده اما لعيال الصغنطتينا يعملوا ايه لا 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 انت بهمتني غلط خالص انا ستة محترمة محترمة تيه ونيل تيه افريدي اهانم الورجة دي ضعت اعيش في الحرام اوه انا عدي نسخة انا معي نسخة بتاعتني افريدي اتني انضعو انا اكتبت ليه الجدادي اكي عوث بالله انا مستحيل اعمل حاجة زي جديه تحرام 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 استنى بس يا الساس منير السنة فيه ايه بس تحرام يمكن مش هرامي اما كوه مثلا او اللي حال انت بتزعق ليه شوفوا الست المصونة بتقول ايه وبعدين انت بتكلمني قلبات محترم جال لا 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 شاميه ما اسمحلكش ابدا تسمحلي ولا ما تسمحليك انا مات فيك فان الباب اهو اهو البيع انت عملتله ايه ولا حاجة قولتله نتجوز طيب و ايه المشكلة نتجوز عرفي ايه ايه تجوزوا حرفي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي ده ودي فيها ايدي كمان يا ايه ايه يعني انت باباكي ومامتك رفضين الجوازة فهتتجوزوا من وراهم حرفي ما هو انا لو اتجوزت راسمي المعاش بتاعي حيروح اه صح طب و ايه المشكلة ما هو الراجل هيصرف عليكي يا السلام وافرت بقى ان شاء الله طلقني هتشحتت انا وبنتي ونشحت لوحدينا في الشوارع لا ما تقلقيش مش هتشحت لوحديكو احنا نشحت معاكو طبعا طب انا ومش مهامي بنتي بقى دي زنبها ايه انا عايزها تتربى ايه ده وانت اكتشفت دلوقتي انها عايزها تتربى بص بقى انا مش مستعدية ان انا اخاطر بمستقبلي كفاية اوي بقى اللي انا فيه عموما اقسبين انا هتصرف انا احاول اقبلوا وافهموا لا احاول ايه ده انا لازم اقبلوا وافهموا المهم ان انتو تمشي بقى دي يعني تتجوزي ان شاء الله اه يا رمز اه حزمت البطاعة بتاعت المعلم مموناير اه يا دولة ده سبول لقطة يعني باهم لنا مبارح وجاي اشتريوهم النهاردة انت بتركز ليه انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص مش مطلوب منك تركز خالص اتفقنا؟ اتفقنا لا مهم عايزك تركز معايا جامد قوي الشنطة دي اه فيها هدوم صعيدي وفيها شنب عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول ايو هدولة بس يعني انا عايز افهم يعني دلوقتي ألبس الشنب والزق الهدوم ازاي ليه يعني هدوم يقول لي هتلزقها يا غبي هتلزق الشنب الشنب ده هتلزقه كده هو على خلقتك ماشي عارف تلزقه بايه؟ عارف الغرع الحمص اللي هو بتاع النجارين ده تجيب شوية كده هو وتغليهم واعدين تاخد منها وهي سخنة تقوم لازق الشنب واللي يفضل يبقى اشربه يلا اتكر على الله وهتجيلي على هنا هو وتقول لي انا جاي طالب ايدي الست مجيدة حماتك سهلة دي؟ اه بس فالصعيدة بقى بتاع فتكلم صعيدية؟ يوه طبعا طب وريني كده ايو اعا كده ملاختي الكوم الكوم؟ هو ده صعيد وده فلاحة بليد صعيد يا لألو لازم تاخد نفس خد نفس ايوه ممكن اخليك اه ما تخرجوش لغاية ان ما تموت بس تقول ايه بسوق قوي ايو اعا كده ملاختي الكوم ما تووتش الكومة، دع authent tours وعاكدا ملاخت الكومة وعاكدا ملاخت الكومة ربنا يا عصر, يلا انتك علاق سرعة اوه اكدا ملاخت الكومة يلا جد بالخطة هو اتأخر لي الو الو ايوة ايوة معلّم مناير انت بقيت فيgan? انا وصلت اوه وصلت ايه قربت من البزار يعني ولا ايه انا جوه البزار جوه البزار وفتحت عليها ليه طب يا معلم اهلا وسهلا عاوز مني ايه انا مفيش بيني وبينك لكلام ولا شكل يا معلم اللي انت عايزه يا معلم انا عموما بضعتك كلها جاه زيه لو عايزت اخدها اخدها مش عايز اتعامل معايا تاني برحتك بس انا عايز اوضح لك الصورة بس صورة ايه يا راجل صورة ايه ما الموضوع واضح خلاص الموضوع بح خلص خلاص ماشي خلص خلص بس انا عايز افهمك ان الست مجيدة اما قالتلك انها عايزة تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجة وهشة عشان المعاش بتاع جوزها ميروحش عليها ميروح يا اخوي هيها هتتجوز راجل ولا رأس كرمبي ايوا اكيد راجل طبعا يا معلم بس افرد يعني انفصلتو ولا طلقتها تعيش منين الست يعني يا السلم يا اخوي احط الهواديعك ده في البنك ومن رعه تاخد اكتر من المعاش يا انا عربي يده كده يبقى تمام قوي هي عبقى مش محتاجة المعاش فعلا كده ممكن تتجوزوا راسمي 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 عرى بركة الله اجدهنتو ناس محترمة ايوا ما يتبقى مفاقر ايه بس يا معلم عارف سيت المجيدة دي من ساعة ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعنيها شوف المهر والشابقة اللي هي عزاهم والله كده يعني ادنا خلاص اربطة عايت دا كتير والله يا معلم وطمان الفلة بتاعة مصر الجديدة هكتبها باسمي كده عايت خالص يا معلم ماشي ماشي والله ربنا يا بريك لك امعلم ألف شكر ايوا عكيدة ملاخ تكون ايوا عكيدة ملاخ تكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا خلاص يا خلاص يا بريك لأبدال الله يا استاذ دولي اني طالب يدي الأنسة حماتك الأنسة حماتك اخذي امشي انا مقلك ايها معلم مصالح ايها دا شوفتها فيها يوووو؟ او مش يوووو يعني ما فيش حاجة LC يالو تكرر الله يووووو؟ أصبر انت 올�صر عادل انتا شفتها فين يا معلم اني.... يومات ابنة جابل يا معلم وإذ ربما بروح لها البيت ما يقصيش عليما والله ما يقصوا جمعان باقي على بص حدودك على فكرة بص بقى أنا هقولك من آخر الواد ده أساسا الواد رمزي للشغال معايا هنا في البزار وهو متنكر عامل صعيد عدل عينيك خلاص والشغب ده بص لزقه لزق انت لزقه ايه كان يا خليدي يا خليدي سبرا حموز تسمعك لقليك يا أستاذ عادل انتو علشان تسطروا على البنية دي لازم لانت تجوزوا هالي تجوزوا هالي يا اكدهبجة بصرميات الحمد لله إن ربنا عن قصد من التوازة دي يا أستاذ عادل البضاعة دي مش عاوزة وكمان الفلوس مش عاوزة سلام عليكم بقولك ايه مفيش سلام عليكم هو عكده بدت بصرميات دولة هو مش لا دولة دولة يا دولة ايوا عكده ملاختي تكون ايوا عكده ملاختي تكون ايوا عكده ملاختي تكون أردنا يا أردنا يا ايوا عكده